تشارك مملكة البحرين ممثلة في الإدارة العامة للمرور في أسبوع المرور الخليجي والذي يعتبر فرصة لعادة النظر في بعض الممارسات المرورية الخاطئة وفي هذا الإطار جسد القطاع الخاص شركة مجتمعية فاعلة وذلك بإطلاق عدد من الحملات الإعلامية والتوعية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور لتوعية أفراد المجتمع وتأمين السلامة العامة على الطريق تحتفل الإدارة العامة للمرور بأسبوع المرور عبر إطلاق عدد من الحملات الإعلامية والتوعية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك لتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية وتعزيز الوعي لكافة أفراد المجتمع وحث السواق على التقيد بالقواعد والأنظمة المرورية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين تحتفل الإدارة العامة للمرور بأسبوع المرور 2020 بتذكير السواق بالالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية مما يصب في صالح الأمن والسلام على الطريق وأطلقت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع القطاع الخاص أدت مبادرات وحملات توعوية إعلامية ممتدة على مدار العام في مواسم مختلفة لأبراز الجانب الإيجابي عند الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية والإدارة العامة للمرور تقدر وتشكر كل من ساهم في هذه الحملات وتحقيقهم للشراكة الفاعلة من شركات ومؤسسات وطنية وإيمانهم بمواكبة التحديات والمتغيرات المرورية ورفع معدلات السلام لمستخدمي الطريق من سواق مركبات ودراجات نارية ودراجات هوائية ومن مشاحتها والاستثمار في سلامة الشباب والأطفال في مملكة البحرين رؤية 2030 في مملكة البحرين مبنية على الكوادر والسواعد الوطنية التي ستجعلنا نصل إلى العالمية اليوم الاستثمار في العنصر البشري شيء واجب شيء لازم تستثمر فيه جميع القطاعات العامة والخاصة لما نأتي لقطاع الشباب وأيضا قطاع الأمن والسلامة في مملكة البحرين البحرين تميزت بهذا الموضوع على مصاف الدول العالمية فكان الاستثمار من إدارة المرور بأنه اليوم لما تستثمر في هذه الحملات التوعوية التي تحافظ على سلامة جميع من يسكن في مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين كبارا وصغارا كان لابد على مؤسسات مثل بنك البحرين الوطني أن تدعم هذا التوجه لابد علينا أن ندعم ونحث ونشد على وأزر إدارة العامة للمرور لأن تطلق هذه الحملات التوعوية لأن فيها استثمار في أمن وسلامة المجتمع بشكل عام سواء من شخص يقود سيارته أو دراجته أو دراجة الهوائية إلين المارة في الطريق إلين التزام الشخص بأثناء القيادة وغير القيادة كما يتبنى القطاع الخاص الحملات التوعوية بشراكة فاعلة لنشر مفاهيم السلامة المرورية وتوعية مستخدمي الطريق تحرص شركة البحرين الوطنية للتأمين بالتعاون المستمر مع الإدارة العامة للمرور هذا يتجسد التعاون الذي حاصل بين القطاع الخاص والإدارة العامة للمرور ويبين مدى أهمية الالتزام في قوانين المرور والذي يأثر بشكل إيجابي على الساقين والمحافظة على سلامتهم بدايةً ودي أشكر الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية على جهودهم الطيبة في موضوع ضبط الحركة المرورية والتوعية المجتمعية في مجال السلام المرورية إحنا في بنفت سعداء أن نكون جزء من هذه الحملات التوعوية المستمرة وهذا دور مهم بالنسبة لنا كجزء من الشراكة المجتمعية التي بنفت مهتم فيها مما لا شك فيه موضوع السلام المرورية موضوع بايد مهم سلامة الشباب وسلامة المجتمع يعني السلام المرورية جزء أصيل من هذا الموضوع وإحنا دائماً نكون سباقين وسعداء أن نكون شراكاء في هذا النوع من المبادرات الوطنية الهمة إن تحقيق شراكة المجتمعية المتكاملة مع رجل المرور والتعاون بشكل إيجابي دليل على ما يتميز به المجتمع البحريني من وعي يصب في تنمية الحس الوطني لتحقيق الأمن والسلامة المنشودة اللقاء اشتركوا في القناة